تعرفنا في محاضرات سابقة على البونز أوف أبرلم وأيضا تعرفنا على المسلز أوف أبرلم وأيضا الأرتريز والنيرز التي تغذي كل هذه التراكيب وقد تعرفنا عليها بتفاصيلها الممئلة وفي محاضرات الجنير الأناتومي أيضا تعرفنا على وظيفة البونز ووظيفة المسلز ووظيفة النيرز فالبونز كانت تعطي الدعامة والمسلز كانت تعمل كونتراكشن لكي تساهم في الحركة والنيرز كانت هي عبارة عن الأسلاك التي توصل الأوامر للعضلات كي تقوم بعمل كونتراكشن أو كي تقوم بوظيفتها ولكن كل هذه السلسلة تتوقف ولا يكون لها وظيفة إذ لم يكن هناك مفاصل تساهم أو تساعد في الحركة فلولا المفاصل سيكون الجسم البشري عبارة عن خشبة خالية من الحركة لذلك نتعرف على الجوينتس أوف أبرلم بشكل تفصيلي نتعرف ترجمة نانسي قنقر من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل مرحبا جميعا أنا عبد الرحمن وأنت تتابع Studies Alive لذا لنتعرف على الجوينتس أوف أبرلم في سلسلة خاصة عنها وهذا هو أول فيديو لهذه السلسلة ولنبدأ أولا بأخذ أفور رفيو عن الجوينتس أوف أبرلم مثل ما نلاحظ هذه تمثل صورة عن البكتورال جردل البكتورال جردل هو عبارة عن رباط أضمي ما بين الفري أبرلم والترانك فهذه الجوينتس كلها تشترك في حركة البكتورال جردل وأيضا هذه الجوينتس جميعها ماذا يعني ذلك؟ يعني أن جميعها ستتحرك بحركة متزامنة ومتناسقة حين حركة البكتورال جردل فحينما مثلا أنا أقوم بهذه الحركة هذه الحركة البسيطة فأنا بهذه الحركة أحرك جميع هذه المفاصل الثلاثة وشبه مستحيل تحرك واحد من هذه المفاصل بمأزلة عن المفاصل الأخرى يعني أن أي خلل في واحد من هذه المفاصل الثلاثة سيؤدي إلى إضعاف أو تعطيل حركة البكتورال جردل فمثلا إذا كان هناك شخص يعاني من ألم في هذا المفصل فبالغالب لن يستطيع تحريك باقي المفاصل لأن هذه المفاصل الثلاثة تتحرك مع بعضها البعض ومن الصعب حركة واحد من هذه المفاصل بمأزلة عن الأخرى هنا تعني أن الكلافكل تعمل كدعام وتمسك بالسكابيولة وأيضا غلينوهوميرل جوينت تعطي للغلينوهوميرل جوينت حرية في الحركة أكثر على الثوركس لأنها تمتد إلى حد ما تمد الغلينوهوميرل جوينت وتبعده عن الثوركس فهي تعمل كإكستنشن تبعد الغلينوهوميرل جوينت قليلا عن الثوركس مما يعطي للغلينوهوميرل جوينت حرية في الحركة نحن نرى من المحاضرات السابقة أن الكلافيكل هو العظمة الوحيدة التي تربط الأبرلم مع الترانك وتحديدا مع الثوركس وذلك يتم عن طريق الاستيرنو كلافيكلر جوينت وأيضا هناك اختلاف ما بين الأشخاص كما نعلم هناك wide variations في shape of the bones فبعض الأشخاص الذين يكون لديهم كلافيكل طويل نسبيا تكون لديهم حرية أكثر في حركة الأبرلم وبالمقابل الأشخاص الذين لديهم كلافيكل أقصر نسبيا تكون لديهم حرية أقل في الحركة منهم من الأشخاص الذين لديهم long clavicle هذه الصورة تمثل السينوفيول جوينت مثل ما نلاحظ أشكالها وتوزيعها أيضا في مختلف مناطق الجسم وكما نعلم أن most of upper limb joints are synovial joints تقريبا جميع الأبرلم joints هي عبارة عن synovial joints ما عدد قليل منها سنتعرف عليها إن شاء الله في المستقبل هذه الصورة مجرد للتذكير تبين typical synovial joints and its contents مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن عظمتين هذه عظمة وهذه عظمة كلا العظمتين تغطى بهيالين cartilage من كل عظمة سيغلف بهيالين cartilage ليس دائم من هيالين cartilage في بعض الأحيان تكون fiber cartilage هذا الشيء يوجد variation ولكن حينما نقول typical synovial joints يعني أننا هذه الأمور سنجدها في أغلب السينوفيال joints وأيضا سيكون لدي joint capsule سيغلف الجوينت مثل ما نلاحظ هنا هذه الخطوط هي عبارة عن synovial هذه عبارة عن جوينت كابسول وإلى الداخل سيكون هناك هذا هو عبارة عن synovial membrane الذي هو عبارة عن طبقة من البيثيليل تيشو ستغلف أو ستبطن الجوينت كابسول من الداخل أما الجوينت كابسول فهو عبارة عن التجويف الذي يعمله هذا الجوينت كابسول وفي داخل الجوينت كابسول سيكون لديه synovial fluid الذي هو عبارة عن سائل يعمل كlubricant وأيضا هذا الجوينت يتم تقويته reinforced by ligament مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ligament تقوم بتقوية الجوينت هذه التفاصيل هنا بشكل مختصر وقد تم التطرق لجميع أنواع الجوينت أصلا سابقا على هذه القناة في محاضرات منفصلة ولكن أيضا سيتم شرح هذه التفاصيل بشكل specific عن كل جوينت كما سنلاحظ إن شاء الله وسندرس بشكل تفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة وأيضا كما تطرقتنا سابقا على هذه القناة scapular thoracic joint هو عبارة عن physiological joint ماذا يعني physiological joint؟ يعني أن ليس هناك ارتباط حقيقي ما بين عظمة وعظمة من خلال جوينت مثل الجوينت التي تعرفنا عليها في محاضرات سابقة وسنتعرف عليه إن شاء الله في محاضرات قادمة ولكن ما يحصل هنا أن عضلات تنطلق مثلا هذا الاسكابيولا عضلات تنطلق من الاسكابيولا الوريجين من الاسكابيولا وتعمل insertion في الثوركس فتقوم هذه العضلات بربط أضمتين أو بربط أدة عظام ولكن ليس بمفصل حقيقي مثل السينوفيال جوينت مثلا ولكن أيضا يعتبر مفصل ولكن نسميه physiological joint وليس real joint مثلا فكما قلت أن الاسكابيولا thoracic joint سيكون between escapula and thorax لهذا السبب من تسميته escapula thoracic joint هو عبارة عن جوينت ما بين الاسكابيولا والثوركس وقد تطرقنا لجميع العضلات التي تشارك في تكوين هذا المفصل في محاضرات سابقة أيضا على هذه القناة الآن لنتعرف على أسماء هذه الجوينت التي سندرسها عن الأبرلم أولا سيكون نديا لستيرنا كلافيكلر جوينت وهو عبارة عن جوينت ما بين الكلافيكل والمنوبريوم الذي هو جزء من الاستيرنا وأيضا سيكون لدي هنا الأكروميو كلافيكلر جوينت مثلا ما نلاحظ هذا هو أكروميو كلافيكلر جوينت أيضا هو جوينت ما بين الكلافيكل والأكروميان الذي هو جزء من الاسكابيولا وأيضا سيكون لدي جلينا هيوميرال جوينت وهو عبارة عن جوينت ما بين الهيوميرس والاسكابيولا مثلا ما نلاحظ أو يسمى أيضا بالشولدر جوينت وأيضا سيكون لدي الألبو جوينت هذا هو مفصل المرفق مثل ما نلاحظ هذه أيضا صورة أخرى عن الألبو جوينت وأيضا سيكون لدي ريديو ألنر جوينت وليس جوينت واحد سيكون لدي أدت جوينت ما بين الريديس والألنر أيضا سنتعرف عليه إن شاء الله في محاضرات قادمة هذه كما نلاحظ هنا هذه هي المفاصل هذه مجرد صورة بسيطة لا تبين جميع المفاصل ولكنها تبين فكرة عما سنتعامل معه إن شاء الله في المستقبل وأيضا سيكون لدي الرست جوينت وهو عبارة عن مفصل الرسخ مثل ما نلاحظ هذا هو الرست جوينت وأخيرا سيكون لدي الهاند جوينت كل هذه المفاصل ستدرس بشكل بنفس المحاضرة وبشكل متزامن مع بعضها البعض سندرسها إن شاء الله بمحاضرة واحدة بالثمان نلاحظ هنا هذه المفاصل هذه أيضا هذه المفاصل وهذه أيضا هنا بالثمان نلاحظ هذه وهذه وهذه جميعها سندرس إن شاء الله في محاضرة واحدة بمحاضرة الجوينت أوف ذا هاند بعضها الطريقة الآن فور إيج جوينت وي شود نو ماذا يجب أن نتعلم ونعرف عن كل جوينت أولا يجب علينا أن نتعرف تايب أوف جوينت ما هو نوع الجوينت وأغلب الجوينت مثل ما قلت جوينت أوف أبرلم هي عبارة عن سينوفيول جوينت ولكن لدي أدة أنواع من السينوفيول جوينت وأيضا يجب علينا أن نتعرف على الأرتيكوليشنز ما هي العظام التي ترتبط مع بعضها البعض في هذا المفصل وأيضا الأرتيكولر سيرفيس بشكل دقيق وأيضا الجوينت كابسول سنتعرف على الجوينت كابسول وأيضا بماذا يتم تقويته من ليجامنت أيضا سنتعرف على الليجامنت التي تقوم بتقوية الجوينت كابسول وأيضا الموبمنت التي يسمح بها هذا الجوينت أيضا تختلف من جوينت إلى آخر وأيضاً البلد سبلاي من المؤكد أنه سيختلف من جوينت إلى آخر وأخيراً سيكون الإنرفيشن ما هي الإنرفيشن؟ ما هي الأعصاب النيرفز التي تقوم بتغذية هذا الجوينت أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله بفيديو آخر عن الجوينتز أوف أبرلم إن شاء الله سيكون قريباً بعد يوم أو يومين من تاريخ نشر هذا الفيديو نلتقي بفيديو آخر شكراً للمشاهدة